اهلا بكم في احداث الحلقة الحمسة من مسلسل قفص مخملي والحلقة بتبدأ بمراحب لما بتروح بتتكلم مع جوزها عبداللطيف بيشكرها انها اهتمت بيه لكن بيقولها للأسف انا مش بحبك بحبه اروه بتنصدم وبتروح وبتسوء العربية وهي بتعيت وبتبكي بتتدخل بعد كده شاهة وبتقول لسولة لو عايزة تتجاوزي ناصر قولي لو تقدم لك عتوافق ولا لا كأنها كانت بتختبرها سولة خافت وقالت لا بينما بعد كده بنشوف ان الفرح متدايقة جدا وبتكسر ومش طيقة حاجة وبعد كده بتيجي فجر وبتتكلم مع سولة وبتقولها ان هي ممكن تساعدها نورة بتقول لحمد جوزها على الصورة اللي معاها ومين دي وعرفتها امتى مردش عليها وفجري بتقول لسولة انها المفروض انها طالما بتحب ناصر تروح تقابله وتوافق ان هي تقابله وتحارب علشان تتجوزه حمد مش بيرضى يقول لنورة على موضوع الصورة وقال لها بعدين اقول لك مراحب بتخرج وبتروح لقربة وبتقول لها انا جاي علشان اتقدم لك علشان خاطر اجوز الجوزي لانه بيحبك قلت لها ايه مش تلاقي برا وعملتها معاولة وحشة وقالت لها انت معدكش كرامة زي اصرا مستنية مع جوزك لحد دلوقتي قلت لها عشان نفسي اكون ام ونفسي اخلف لكنه للأسف مش بيحبني بيحبك انتي بس انور بروح يجيب اخته فرح من المخفر كانت مدايقة جدا وسببت مشاكل كلاعيدة بنام لهاي بعد كده ان فجري بتشجع سولة ان هي تروح وبتقابل ناصر وقالت لها ان هو كان معرفتها من زمان وانه كان جرهم من زمان قالت لها انها خايفة جدا من عمتها شاه قالت لها ما تزعليش وما تخافيش يا نها تعمل ايه شاه بتفتكر زمان لما اخوها خرج من البيت ورحبه وتجوز اللي بيحبها في حين ان شاه ما ادريتش تقف وش وممتها وللأسف ما تجوزتش اللي هي بتحبه ايوا تجوزي سليم فترة لكن اضطرت ان هي تطلق منه غصبة عنها وسمعت كلام امها وقعته في مشاكل علشان يخلصوا منه ودلوقتي بقت تعمل زي ما متها بالزبط وبتعامل سولة زي ما هي كانت بتتعامل زمان حصة بتتكلم مع دعاء صحبتها وبتقولها ان انور اخيرا حسي بيها قالت لها انت بتكلمين كده ليه وانت شكلك غيرانة يا دعاء دعاء زهلت ومشت على طول من البيت بتاع حصة بينهم اللي بعد كده فرح بتقول لعمتها انها مش عايزة تعمل موضوع المبارزة وانها مش حبة الرياضة دي قالت لها هتروحي وهتتدربي وهتلعابي غصبة عنك وساعتها كانت مدية جدا فاجري بتقول لسولة لازم تلبسه تروح تقابل ناصر هي خدت لها معاد معاه اروه بتروح بتتكلم مع باسل بتقول لازم تجي تتجوزني حتى لو اهلنا مش موافقين انا مش عايزة تجوز غيرك ناس كتير بتقول علي ان انا بايرة وما حدش معبرني انا بس عايزة تجوزك انت قال لها احنا لو تجوزنا حسبب مشاكل وانا مش عايزة تبادي عن اهلك بتروح شاهد تتكلم مع سالم بيبتزها بالصور والرسائل وعايز فلوس كتير جدا وبعد كده قال لها انا ممكن ما اخدش فلوس دي كلها على شرط انك تتجوزيني ففضل تتحك طبعا عليه وقالت لتجوزك انت وفضل تتحك عليه كان طالب فلوس كتير جدا مقابل الصور والرسائل والحاجات اللي معاه قالت له طبعا مش هتجوزك دي غلطة غلطة زمان وخلاص وبعد كده بتروح سولة وبتقابل ناصر ويقول لانا هو عايز تجوزها ويجوزوا في السر ويهربوا لكنها قالت له لا مش هينفع طبعا والفيديو بيخلص على كده وكمان الحلقة ودي كانت احداث الحلقة الرقم 5 من المسلسل قفص مخمان يا ربو الفيديو كنا نعجبكو وتكلمنا فيه عن احداث الحلقة الخمسة من المسلسل اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد واشوفكو مرة تانية في فيديو تاني باي باي